أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر مصابة بفيروس جدري القردة حتى اليوم وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير متوقع وذلك بعد تفاشي فيروس جدري القردة في أماكن متفرقة حول العالم وأعلان منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس حالة طوارئ للصحة العامة محل اهتمام دولي هذا وقد رفعت الوزارة مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات وذلك بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة وسرعتها وسرعة عزلها وعلاجها ومنع انتشار الوباء للمرض خلال أو داخل مصر